موسيقى السلام عليكم ورحمة الله نسية الأخبار من قناة يو تي في من العاصمة الأوكرانية أصحبكم فيها أنا يد السنتية والبداية بأبرز العنوين موسيقى القمة الأوكرانية الأوروبية الحادي والعشرون تخصص مئة وعشرين مليون يورو لدعم أوكرانيا في إطار مناورات ناسيم البحر 2019 تدريبات أوكرانية أمريكية على سلاح الجو وفي النشرة أيضا شارع ذكي وعصري في العاصمة الأوكرانية كييف موسيقى أهلا بكم شن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هجوما على السفير البريطاني لدى واشنطن كيم داروك قائلا إنه لن يتعامل معه في حين جددت الحكومة البريطانية دعمها الكاملة للسفير في إطار تعليقات ساخرة كتبها ترامب على موقع التواصل الاجتماعي تويتر هجم الرئيس الأمريكي تيريزا ماي رئيسة وزراء بريطاني المستقيلة قائلا إن رؤية رئيس جديد للوزراء في بريطانيا خبر سار كيم داروك السفير البريطاني لدى واشنطن وصف في رسائل بريد إلكتروني سربت إلى وسائل إعلام يوم الأحد الماضي وصف الإدارة الأمريكية بأنها تعاني من خلل جسيم وتفتقر إلى الكفاءة كنت منتقدا جدا لطريقة التي تعاملت بها المملكة المتحدة ورئيسة الوزراء تيريزا ماي مع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يا لها من فوضى خلقتها هي وممثلوها أخبرتها كيف يجب أن يتم ذلك لكنها قررت أن تذهب في طريق آخر أنا لا أعرف السفير لكنه ليس محبوبا وليس جيدا استمرت في جورجيا مظاهرات الاحتجاج وأمام مبنى البرلمان الجورجي طالبت إحدى المظاهرات بإقالة وزير الداخلية في حين هتفت تظاهرات أخرى ضد ذلك حدفت صدمات محدودة بين المتظاهرين ما أدى إلى إصابة أحد المشاركين بجروح وتدخلت الشرطة للتفرقة بين الجانبي المظاهرات بدأت في العشرين من الشهر الماضي في جورجيا بعد خطاب ألقاه نائب في مجلس الدوم الروسي أمام البرلمان الجورجي أعلن فيه تأييد احتلال بلاده لأجزاء من جورجيا خاصة الاتحاد الأوروبي نحو 120 مليون يورو لأوكرانيا وفقا لنتائج القمة الأوكرانية الأوروبية الحادية والعشرين التي عقدت في كييف وقعت خمس اتفاقيات مالية اتفاقيات ستذهب أموالها بشكل خاص إلى جهود محاربة الفساد ودعم لمركزية ومساعدة إقليم الدنباس التفاصيل في التقرير التالي كانت القمة الأوكرانية الأوروبية الحادية والعشرين الأولى للرئيس فلوديمر زيلنسكي والأخير للرئيسين الحاليين المفوضية الأوروبية والمجلس الأوروبي وقد احتضنها قصر مارينسكي في العاصمة كييف مع تأخر دام بضعة دقائق وصل موكب الوفد الأجنبي إلى مدخل قصر مارينسكي أول من استقبل رئيس فلوديمر زيلنسكي كان دونالد تاسك رئيس المفوضية الأوروبية تبعه جان كولد يونكر رئيس المجلس الأوروبي ترك الضيفان توقيعهما في سجل الزيارات لينعدلان بعد ذلك مع الرئيس في اجتماع مغلق استغرقت المحادثات ساعتين ونصف الساعة خرج المشاركون بعد الانتهاء بمزاج إيجابي واضح بدأ على الفور توقيع خمس اتفاقيات وقع المفاوض الأوروبي للسياسة التوسع والجوار يوهانس هان وأعضاء الحكومة الأوكرانية نادي زوبكو وستيبان كوبيف برنامج التعاون التقني لعام 2019 تنصل اتفاقيات على أن يقدم الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا مبلغاً لفوق 100 مليون يورو سيخصص الاتحاد الأوروبي 15 مليون يورو لمحاربة الفساد و40 مليون لتطوير الإدارات المحلية و10 ملايين لدعم المجتمع المدني والثقافة و44 مليون لتنفيذ اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي و10 ملايين لإعادة إنشاء البنية التحتية في إقليم الدنباس التي دمرت خلال العدوان الروسي والاسيامة في منطقة آزوف أكد زيلنسكي على أن أوكرانيا تسعى خطوة بخطوة إلى وقف دائماً لإطلاق النار في الدنباس رئيس أوكرانيا واثق أيضاً من أن تحقيق السلام في الدنباس سيتمكن من خلال المفاوضات فقط أدعو الجميع إلى الدنباس ليتعرفوا على حجم المآسي التي جلبتها هذه الحرب نحن نريد فعلاً إيقاف هذه الحرب ونطالب لإعادة السلام إلى أوكرانيا وهذا ممكن باستخدام سلاح واحد فقط هو الدبلوماسية نحن لا نعترف ولن نعترف بضم روسيا للقرم وقد مدد الاتحاد الأوروبي منذ بضعة أيام فقط العقوبات الاقتصادية على موسكو لمدة ستة أشهر أخرى ستستمر العقوبات حتى يتم تنفيذ اتفاقيات مينسك بالكامل كما وندعو روسيا أيضاً إلى إطلاق صراح البحارة الأوكرانيين المحتجزين على الفور كانت هذه الزيارة بالنسبة لدونالد تاسك وجانكلود يونكر زيارة وداعاً لأوكرانيا كرئيسين المفوضية الأوروبية والمجلس الأوروبي الاجتماع مع رئيس أوكرانيا كانت تلخيصاً لنتائج تنفيذ اتفاقية الشراكة الأوكرانية مع الاتحاد الأوروبي خلال الفترة الماضية بمشاركة ممثلين عن 57 دولة نقش وزراء الدول العضاء في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا نقش في سلوفاكيا قضايا الوضع في أوكرانيا والأمن في المنطقة وتعزيز دور منظمة الأمن والتعاون في أوروبا واحترام حقوق الإنسان كانت المنظمة قد دعت في وقت سابق روسيا إلى سحب قواتها من شبه جزيرة القرم المحتلة وضمان حرية الملاحة في البحر الأسود وبحر أزوف وإطلاق صراح أسر الحرب الأوكرانيين إلى شرق أوكرانيا حيث أفادت وزارة الدفاع الأوكرانية بأن قوات الاحتلال الروسية قصفت المواقع الأوكرانية في إقليم الدنباز خمس مرات منذ منتصف ليلة أمس مستخدمة في ثلاث مرات منها الأسلحة الثقيلة قال المتحدث باسم وزارة الدفاع إن العدو قصف فجر اليوم المواقع الأوكرانية في بلدة سانتانا التي تبعد عشرة كيلومترات فقط عن مدينة ماريوبل أضاف المتحدث العسكري أن المسلحين استهدفوا بلدة نوفا ميخايلوفكا بالقرب من دنيتسك المحتلة وذلك بالصواريخ المضادة للدبابات كما أطلق العدو قذائف الهون على المواقع الأوكرانية في بلدة نوفا لوهانسكي بالقرب من سفيتلا دارسك ولم تسفر الاعتداءات عن وقوع خسائر في صفوف القوات الأوكرانية إلى جانب القوات الجوية الأمريكية أجرت وحدات من القوات الجوية الأوكرانية تدريبات عملية في منطقة ميكا لايف جنوب البلاد وذلك في إطار برامج المناورات العسكرية الأوكرانية الأمريكية المشتركة نسيم البحر 2019 شملت التدريبات عمليات الإنزال الجوي لوحدات المظليين والطيران على علو منخفض وعمليات الإنقاذ ومحاكاة الهجوم على أهداف أرضية شاركت في هذه التدريبات 13 طائرة و10 مروحيات من بينها طائرات أن 26 ومي 8 ومي 114 بالإضافة إلى الطائرة الأمريكية بثمانية بوسيدون التي تستخدم لعمليات الاستطلاع فوق البحر والبحث عن الغواصات وفقا للخطة الموضوعة توجد منطقة مهددة بالاستلاء عليها من قبل دولة أخرى والوضع خطير فيها مهمة قواتنا ضمان الأمن بالوسائل العسكرية يشارك الجيش الأوكراني والأمريكي في هذه المناورات ومن جانبنا تشارك وحدات من الطيران البحري والجيش وحرص الحدود أنا معجب دائما بمستوى تدريب الطيارين الأوكرانيين لتنظيم هذه التدريبات أنت بحاجة إلى نهج صحيح ومستوى عالم من الإعداد وإحساس بأهمية الوقت المرة الأولى التي شاركت فيها كانت في عام 2017 واليوم نشهد تدريبات أخرى انتقلنا من القوات البحرية على وجه التحديد وشاركنا في أنواع أخرى من القوات والمكونات على الأرض وفي الجو المستقبل حاضر في العاصمة كييف مع أجهزة ذكية في لواء الطلق الشارع الذكي ليس جزءا من المستقبل فحسب بل يحمل طابعا عصريا مع النوافير وشواحن الهواتف التي تعتمد على الطاقة الشمسية فضلا عن إضاءة الشارع الذكية أيضا لنتابع معا تخيل أن شحن هاتفك قارب على الانتهاء في وضح النهار أمر يثير القلق أليس كذلك؟ ولكن في شارع سلوتنا بالعاصمة كييف يمكنك شحن أجهزتك بواسطة المقاعد الشمسية كما يمكنك أيضا الاتصال بشبكة واي فاي مجانا ولدت هذه الفكرة منذ عامين بالطبع درسنا تجربة المدن الحديثة مثل أميستردام وبرشلونة وبوستن وسول يبلغ طول هذا الشارع كيلو متر واحد والاستحداثه جمعت أموال مستثمرين في القطاع الخاص فيه أجهزة الاستشعار وكاميرات ومقاعد ذكية بلغت تكلفتها نحو 20 ألف دولار يمكنك هنا شحن سيارتك الكهربائية بوسطة أجهزة الشحن الموجودة في الشارع وما عليك إلى الدفع باستخدام بطاقتك الايتمانية هذا الصندوق المعدني الصغير يحمل جهازا يشير إلى جودة الهواء كل شخص يمكنه مسح الكود هنا والحصول على شبكة واي فاي مجانا يتمتع شارع سلوتنا أيضا بالإضاءة الذكية التي تغير شدة الضوء بحسب الحاجة تتغير شدة الضوء بحسب عدد الناس المتواجدين هذا يساعد على توفير الكهرباء بنسبة تتراوح بين 40 و 80% إذا كنت تعيش في مكان قريب وفي طريق عودتك إلى المنزل سرقت محفظتك يمكنك الضغط على هذا الزر لاستدعاء الشطة على الفور هذا ويخطط لتوسيع نداق التقنيات العالية في الشوارع الأخرى لتشمل جميع أنحاء العاصمة الأوكرانية كيير مزيد من الأخبار والتقارير والمعلومات تجدونها على موقعنا الإلكتروني نهاية النشرة قدمناها لكم من قناة من العاصمة الأوكرانية شكرا على حص المتابعة في أمان الله